موسيقى او لنادي الزمالك وكمان منتخب مصر غير كمان انه اول حارس مرمى يخزو الملاعب الاوروبية ضفنا وضفكم النهاردة الكابتن نادر السيد نجم الكرة المصرية كابتن نادر مساء الفل ومشرفنا من نورنا في الري منتدى مساء الخير وتحية لي كل كل المشاهدين وطبعا كفاري العمل البرنامج وعلى رأسهم طبعا كابتن احمد حسن ميدو مساء الخير يعني كابتن نادر لا صوت يعلو فوق صوت لقاء القمة لقاء الاهل والزمالك في نهاية كاس مصر الاحداث دي حضرتك شايفها ازاي الحقيقة انا شايف ان مباراة القمة دايما كل مباراة ولها طعم كل مباراة ولها طعم خاص بالنسبة لها انما اعتقد اقامة المباراة على اعتقد اول مرة تتلاب في المملكة العربية السعودية والاجواء اللي متوفرة لها سواء كان من حيث الجماهير او الملعب او زي ما المسشر تركي الشيخ قال التجهزات والتصوير لان في الاخر هي كرة القدم هي واحدة في كل حتة انما التجهزات والحاجات المحيطة بيها هي اللي بتفرق كتير اوي انما ما فيه شك ان المباراة تبقى لها طعم خاص لها نكهة خاصة اتوقع ان هي مباراة تبقى مختلفة جدا كابتال نادر يعني هل الصفقات الجديدة سواء للنادي الاهلي او لنادي الزمالك هيكون لها دور كبير في المباراة اعتقد اعتقد الصفقات هيبقى لها دور لان ممكن يكون الزمالك يعني كان الاضافات كانت كتيرة جدا انما ممكن يكون البعض اللعيبة بس اللي هتشترك بشكل اقل ممكن انا وبالعكس انا شاف ان كمان مجلس الدورة الزمالك كان يعني سابق الوقت لان ممكن جدا يحصل في وقت ما مشكلة تانية او لان انا عارف ان فيه مشاكل مستحقات عند بعض الاطراف يعني مدربين او لعبين ممكن تزهر في الصورة في الفترة اللي جاية فانا شاف ان هو الزمالك امن نفسه في فترة الانتقالات اللي جاية في ممكن عشان كده عدد اللاعبين اللي دخلوا القايمة كتير شوي وده شيء يحترم من مجلس الدورة الزمالك انما ممكن يكون اللي بيشترك دلوقتي هو عبدالله سعيد هو اكتر واحد واجهزه طبعا ناصر ماهر هو اكتر واحد واجهز اتنين ان هما يشتركوا دلوقتي بشكل فعال جدا الاهلي اضافاته كانت قليلة مفيش غير وسام ابو عالي بس اعتقد او بعض الناس اعتقد على ما تذكر صح وسام ابو عالي ولا في حد تاني وعمر كمال اتنين مش بعاد عن النادي الاهلي عمر كمال بالذات لان هو بيلعب في مصر وعارف الاهلي كويس اللاعبة كلها زماله في المتخب فمش هيبقى غريبة عليهم في الفريق انما وسام اعتقد ان هو دخل بسرعا فانا شاف ان الاضافات دي هتفرق كتير مع النادي الاهلي ومع النادي كابتن يعني اقامة المباراة في السعودية وبالاحداث الكتيرة اللي بنشوفها وده كمان اللقاء الاول في تاريخ نهاية كأس مصر اللي هيقام خارج مصر ممكن نشوف دي افضل نسخة لكأس مصر في التاريخ لا هي تبقى اكيد من افضل النسخ انما مش افضل النسخة لان احنا زمن موقفش يعني احنا بالعكس في مباراة كبيرة جدا تلعبت على في استاد القهارة بحضور مئة الف متفرج مباراة كانت قوية جدا 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 انما الشيء الحقيقة ان هي ان كسر الحدود لان الكرة المصرية هي يعني ما فيش حدود ما بينها وبين الاخوة العرب بشكل عام وخاصة السعودية المشاركة في مباراة زي دي فهي مشاركة قبل ما تكون مشاركة استثمارية او مادية او انما هي مشاركة معنوية ما فيش اي فرق ما بين ان الاهل وزمالك يلعبوا في استاد القهارة او في السعودية فانا شايف ان ده ده الاضافة يعني انما اكيد اكيد مباراة هيبقى لها طبع خاصة ما ذكرت وقلت في بداية كلامي من التجهزات من الجماهير من الشغف الجماهير اللي موجود أكيد جماهير الأهل وزمالك في السعودية نفسهم يحضروا ماتش أهل وزمالك وعايشين بقالهم فترة طويلة في السعودية السعوديين نفسهم فيه منهم أهلوية فيه منهم زملكوية فالحقيقة الحدث حلو كابتن يعني توقعات حضرتك للمباراة من اللعبة اللي ممكن تتقلق صعب أو التوقع إنما ما فيه شك إن دايما اللعبة اللي انت بتحتاجها بتبقى موجودة دايما يعني شيكبالة عبدالله السعيد نصر ماهر فتوح يعني كل اللعبة دي لعبة لها مش عايزة عدة عشان ما نساش الحقيقة مسلوسي جزيري كل الناس دي يعني ميزة فريق الزمالك برضو إنه فريق عنده جودة لعبين عالية جودة لعبين كويسين أو انسجام النادي الأهلي بيخليهم يلعبوا كفريق قبل ما يلعبوا كأفراد الحقيقة لأنهم عم مع بعضوا بقالهم فترة طويلة مع كمان مدرب بقالوا فترة طويلة اللي هو سنتين أو أكتر فده بيدي انسجام أكتر يعني إنما ما فيش شك إن المباراة هتبقى مباراة قوية جدا بانسجام النادي الأهلي بدوافع نادي الزمالك هتبقى مباراة قوية تمنيات حضرتك بقى يعني ممكن تشوف اللي جوال بتوقيع مين الحقيقة أنا ما يعني ما أقدرش إنما طبعا الأعرب دايما لإحراز الأهداف هو المهاجمين يعني إنما أعتقد وسامة بعالي لو دخل في أجواء المباراة يبقى لي خطورة كبيرة على مرمى الزمالك شيكابالا دايما بيكون لي تأثير ولدي دور كبير جدا في مباراة القمة ودايما اللعيبة الكبار بتظهر في مباراة الكبيرة وارد جدا عبدالله سعيد كمان يكون لي مشاركة ولين هو واحد من الأصحاب المهارات سواء كان بيلعب بشكل جماعي مع الفريق أو بشكل فردي فأتوقع أن مباراة المباراة فنيا عالية نفسك يا كابتن النتيجة تخلص كم كام؟ الحقيقة نفس إن إحنا نستمتع بالمباراة نفس إن إحنا نكون مبسوطين بالمباراة إنما الأفضل هو يكسب لأن أنا الحقيقة ما بدخلش نفسي في إطار التعصب أكيد بتمنى دايما نفوزي زمالك إنما خارج إطار التعصب الحقيقة والمزايدات والكلام ده كله أحترم جدا ناد الأهلي وأحترم لعبة الأهلي وأحترم إدارة الأهلي وأنا شايف الحقيقة الانطباع العام والسايد في مصر الحقيقة دلوقتي بشكل عام إن المنافسة تكون قوية جدا بكل احترام وكل أخلاق الحقيقة وده شيء أنا باحترمه جدا وبقدره أتمنى إن إحنا نكون جميعا ماشيين على نفس الطريقة كابتن يعني من المباراة اللي إحنا ما نقدرش ننساها خالص في مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك 96 اللي انسحها فيها نادي الزمالك طبعا بعد اعتراضه على هدف كابتن حسام حسن بدأ التسلل إيه كاوليس المطش ده والمستشار جليل إبراهيم قال لكو إيه هو للأسف الحقيقة لأن أنا شايف مش من قيمة نادي الزمالك أبدا مهما كانت نتيجة المباراة وأنا كنت من المعترضين على الانسحاب بس أنا كنت في الأول وآخر ما كنتش كابتن فريق يعني أنا ما كنت معترض جدا جدا عن الانسحاب وده ما ينفعش أبدا فقرات القدم إنك أنت تنسحب لقرار حكم أجواء المباراة ما كانش أفضل شيء الحقيقة لأن كان فيه اعتراض على التحكيم وده مش بقبول من الأهلي كان اعتراض على التحكيم وقتها كان كابتن جمال صدي ربنا دي لعمر الصحة وكان معترضين عليه وإحنا الزمالك كان معترض على كابتن أدر رب العزيم مع كل احترامنا وتقديرنا ليه فبناء عليه قال لك خلاص إحنا هنجيب حدا ولده ولده هنجيب جمال غندور وقتها كابتن جمال غندور وبعد كده فجئنا إن كابتن أدري هو اللي بيحكم المباراة فكانت طبعا شيء لحد ما فيه استفزاز شوية فأجواء قبل المباراة ما كانش أفضل حاجة فأنت بالتالي محضر نفسك إنه يحصل حاجة معينة في المباراة فالهدف طبعا ما كانش أوف سايد يعني عشان نكون برده أمين بعيك يعني إنما ممكن بعض الناس بقى قال لك أوف سايد والموضوع بقى سخن والناس قال لك لا خلاص إحنا مش هنكمل المباراة بس ده يعني شيء مش في كرة القدم يعني بصراحة كابتن يعني حررت خرقت من نادي الزمالك ولعبت في كذا نادي وبعدين رجعت لعبت للنادي الأهلي طبعا كان في كاس نهاية كاس مصر 2006 كان بين الأهلي والزمالك شعورك إيه وإحساسك إيه بعد فوز الأهلي بالبطولة يعني كان إيه شعورك وقتها وقتها كنت محسوط جدا كلعب في نادي الأهلي عندي أمانة مع فريقي اللي بلعب معايا بغض النظر حتى لو أنا تربيت في نادي الزمالك أنا بدين بالفضل لنادي الزمالك إنما بعض الناس للأسف شديد بعتعتبر اللعب مشجع اللعب مش مشجع فأنا دايما بقول إن المهنية والاحتراف والاحترام لإن الاحتراف واحترام ومهنية وأمانة أهم بكتير جدا من الانتماء يعني مش أهم قبل الانتماء لإنه ممكن يكون منتمي بس ما يكونش عندي أمانة مسلا فأنا كلعب كرة محترف نادي زمالك هو بيتي اللي تربيت فيه وليه فضل كبير جدا علي دايما وأبدا هقوله لغاية آخر يوم في عمري إنما لما ألعب مع الاتحاد هخلص الاتحاد عشان أكسب الزمالك ولما ألعب مع المصري أخلص عشان أكسب الزمالك ولما ألعب مع الأهلي هخلص عشان أكسب الزمالك إنما دا ما يقللش أبدا 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 من تقديري لفضل الزمالك الكبير علي كلاعب إنما زي ما بقول دايما المشجعين للأسف شديد في بعض الأواد بيبصوا على اللعبين كمشجعين اللعب مش مشجع بدليل إن المشجع عمره ما يكون لعب فبالتالي اللعب برضو عمره ما يكون مشجع فأنا الحقيقة بقبلش أبداً المزايدات من اللاعبين أو من الجماهير على الانتماء والحب وبتاعها فأنا أمكان قلت في بداية كلامي الحقيقة أنا خارج برا إطار التعصب لأن أنا دايماً وأبداً بقول إن التعصب الحاجة الوحيدة اللي ممكن الواحد يتعصب لها أو يكون متعصب جداً جداً لها الخطأ اللي ممكن يكون في الوطن أو الدين بس فقط لغير إنما الأندية طبعاً بحترم المتعصبين أقدر جداً تعصبهم إنما ما تكبرنيش إن أنا أكون متعصب زي زيك يعني فأنا بكرر تاني وبقول فضل الزمالك كبير علي إنما لما لعب مع الأهلي ضد الزمالك أكيد هخلص مع الأهلي عشان أكسب مبارا كابتن يعني إيه كان أصعب وإنت بتلعب للزمالك ضد الأهلي أو لو إنت بتلعب للأهلي ضد الزمالك هي كرة قدم بغض النظر يعني مع الأهلي ضد الزمالك أنا الحقيقة لأسف ما شاركتش في مباريات ضد الزمالك مباشرة إنما كنت موجود في السكور إنما كلاعب حتى بغض النظر موجود جوه الملعب أبهر الملعب أكيد بتمنى إن فريق يكسب يعني إنما يعني أكيد كانت فيها صعوبة سواء كان مع الزمالك ضد الأهلي أو مع الأهلي ضد الزمالك إنما في الأول وآخر خد بالك العلاقات ما بيننا كلعبين علاقات يعني سواء أنت هنا أو هنا في علاقات ما بتتأثرش أبدا بالمنافسة ودلوقتي مع فاكرة الأسئلة السريعة مع الكابتن نادر السيد عايزين يا كابتن إجابة سريعة أفضل مباراة قمة شفتها في حياتك أفضل مباراة قمة شفتها في حياتي مباراة الزمالك والأهلي 2-0 كسبناها كان إيمانويل كان إيمانويل ومحمد صبري أتذكر مباراة دي كان مع كابتن الجارة الله رحمه ماتش الأهلي والزمالك في نهاية كاس مصر 2007 هدف شيكبالة ولا هدف محمد أبو تريكا هدف شيكبالة طيب ماتش التلاتة تلاتة 2010 هدف أحمد جعفر ولا هدف عماد متعب هدف متعب كان صعب قوي لأن في الوقت القاتل يعني وكان محتاج تركيز عالي قوي 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 أعتقد هدف متعب هدف شريف عفضيل في مباراة الكاس الأهلي والزمالك 3-1 ولا هدف مصطفى فاتحي في نهاية الكاس 2015 مصطفى فاتحي يعني هو كان هدف غريب قوي بتاع الشريف عفضيل الحقيقة لما تذكر إنما هدف مصطفى فاتحي كان حلو قوي 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 كان فيه مهارة عالية جدا من مصطفى هدف أفشا ولا هدف شيكبالة في نهاية الكارن هدف شيكبالة لأن هدف الحقيقة من الأهداف الرائعة الحقيقة يعني سوى التكنيك اللي هو التكنيك بتاع الشريف عالمرمة تصويب بتاعه كان هدف الحقيقة من الهداف الرائعة لو قلت لحضرتك اختار ثلاث لعبة من الأهلي وتلاث لعبة من الزمالك من النجوم اللي اعتزلوا يلعبوا مباراة الجمعة الجاية اختار مين اختار من اللعبة اللي اعتزلوا اسماعيل يوسف لأن اسماعيل يوسف الحقيقة لعب مهم جدا 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 بعتبروا من أفضل لعبة خط الوسط في التاريخ يعني وفي نات زمالك ومش بس كمان كامكانيات فنية انما كشخصية الحقيقة واختار انا عشان نفسي ألعب تانية ماتش هتقال زمالك ويعني اكيد هحب اختار نفسي يعني وفي الزمالك كمان اتذكر احمد رمزي كمان احمد رمزي الحقيقة كان باكلفت الحقيقة علامي الحقيقة ومن اللعبة الحقيقة الكبيرة جدا 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 يبقى اسماعيل يوسف احمد رمزي وانا طيب يقولوا من نادي الاهلي والوقت الاهلي حسام حسن لان ماتشاط اهله زمالك دايما بقى فيه حسام حسن ووليد صالح الدين ويعني من الجيل اللي احنا لعبناه وكان لهم دور كبير قوي وفي الدفاع كمونا الحقيقة كمونا من اللعبين اللعيب الفضيع يعني كابتن يعني حضر لك اخترت كابتن وليد صلاح الدين هتقول ربنا يوسر تاني بس اعني بستمتع بيه بحب وليد يعني بحب لعبه الحقيقة فانا فانا نفسي اشوف وليد تاني مرة تانية بس انا عارف ان دلوقتي مع مع الشك مع الوزن بقى من حاجات دي هتبقى صعبة خيرا يا كابتن عايز نتيجة المباراة اللي جاية كم كام صعب الحقيقة بس هي مش هتخلص ضربات جزاء هتخلص خلال الماتش يعني انا شايف اتنين واحد يعني اتنين واحد لمن بقى لسه مش عارفين لا 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 اكيد بيتمنى فو الزمالك انما المباراة مش هتبقى هتبقى في الاطار ده يعني انما اكيد لو الاهل كسب بمجهود هنبارك له على لا هبارك مش ماش ما اسألت هزعلها هبارك له على مجهود ولان زي ما اقولت في الاول اخر الكورة هي منافسة ومنافسة قوية جدا ما بين الاتنين وبكل احترام وكل اخلاق وشوفنا حتى في الاحداث اللي فاتت في بعض الاوات في فوز الزمالك في اي لعبة من اللعبات بنلاقي تهنئة من النادي الاهلي في وقتها في الملعب والعكس صحيح يعني فيعني خليلنا نمشي في نفس الاطار يعني بشكر حركة كابتن وكنت سعيد بلقاء مع حضرتك شكرا شكرا جزيلا شكرا اعزي المشاهدين دك اللقاءنا مع نجم الكورة المصرية ونجم النادي الاهلي والزمالك السابق الكابتن نادر السيد بشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة